الفنان الدكتورة صفية القباني اهتمت الدكتورة صفية القباني بالحفاظ على هذا الفن الذي يعتبر من أقدم الفنون المصرية الباقية حتى الآن على جدران المعابد في سنة 2015 أصبحت القباني أول سيدة تولى عمادة كولية الفنون الجميلة بجامعة حلوان منذ تأسيس الكلية في عشرينيات القرن الماضي واستمرت في المنصب حتى سنة 2018 وحصلت على منح لدراسة الفنون في إيطاليا سنة 2002 وأصبحت أول سيدة تولى منصب نقيب الفنانين التشكليين منذ إنشاء النقابة سنة 1976 نفذت القباني عددا من أبرز الجداريات في مصر منها الجدارية مستشفى سيد كرير العسكرية والنادي العام لضباط الشرطة والنادي النهري لوزارة الخارجية وخلال مسيراتها الفنية نظمت القباني العديد من المعارض الخاصة والجماعية داخل مصر وخارجها وللدكتورة صفي القباني العديد من المؤلفات والدراسات الفنية منها الجداريات وتأثيرها على المجتمع المصري المعاصر في القاهرة الإسكندرية ودور تعليم الفنون الجميلة في تلبية متطلبات سوق العمل والعولمة وتأثيرها على الجداريات دراسة مقارنة